هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صامو طعال الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوا عليه وسلموا السباح الخير عليكم الزينة اتكاركم ديرين لبس ان شاء الله قاعد تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله يربي مع فيديو جديد وفكرة جديدة اللي هي مقبلة بالدجاج اللي نقلعوهم الشربة يعني مكشفنا لي ما ديش الجاج ولا الدند ولا ليسانسيال كاملا نطيبو بحاجات من هاد اللحوم البيضاء كن نحوها مشربة ندلو بهذا المقبلة الرائعة رائعة تقدمها في بلاسة البورك في بلاسة المقبلات يعني جات ما شاء الله وبنينا وثانيك اقتصادية ليسانسيال البنات اول حاجة نحتاجها هي كمية من البطاطا على حسب افراد الهائلة انا كانوا عندي كيما اقولوا حبيت صغيرين ها كادرت واحد السبعة او لا بسح اذا كان عندكم بطاطا كبيرة زوج ولا ثلاثة يكفوكم ليسانسيال اغليتهم مليح مليح في الماء بسح ما خليتهم قدمها طعب ومشي قدمها يدخل فيهم الماء بزاف لدرجة وين كيما اقولوا حنيت بزبزوها كايولو غير الماء نو خلي البطاطا تعكنها شفات سينو لكان خفتي لكان يدخلك فيها الماء بزاف شديري تفوريها بوم بعد ما غليتها كيما قلت لكم وما خليتش الماء بزاف تخلي فيها قلعتها ومرستها غلب الفرشيطة كيما شتور طائبة ولكن مشي داخل هالماء شوية على قصبر شوية على فلفل أسود شوية على الكمون وشوية على الكربab وشوية على الثوم شعكونا شوية على القصبر شوية فلفل أسود وشوية كمون وشوية على الثوم ونغم الموضة ما وهذه موزو حبات فرماج عاودت فانيك وشوية كرباب عاودتهم كامل مع بعضهم ونخليها آقوتي واو الملح طيبتها معاها يعني مسترهها ما هو لمعث لي انها كيغاليت هذا لها الملح ثم ننجل هذا الجاج اللي درسه في الشربة يعني وقلحته نفدتوهم ملاح ملاح كما هكا أنا عموما هذان ديرها مقبلة دائما نسوابوا راك ووجماحته كما نقولو سوالي بخكات دائما يفوت مقبلة الجاج تاع الشربة ضروري يكون مقبلة لسنسيل تفدتوهم ملاح ملاح كما راكم تشوفو البنت تفدتوه رقيق بزيف إلا كانت حاتمت عليكم تقطعوه بالموس هكا فوق البلونت خافاي ثاني ملاح وبعد نقليها في الزيت عادي دتلا شوية ملح وفلفل أسود فقط ونقليها ملح في الزيت قد ما يدي لي ما تكتروا الزيت باش ما يعمش عليها شوية قد ما يدي لي البنات على القلي والجيبني هنا لبنات تجيبوا ساشي ساشي تكون كبيرة ديروا البطاطا تحكم قسموها على زوج نص ديروه في الأعلى والنص ديروه في الأسفل كما من نديروه البراج هكذا البنات ونعاود نطوي هذيك الساشي ولا ديروا بابي فيلم اللي ما عنده نتوجه نقل خويتتي على هذا الساشي تكون الموايد ينبيعه ب 10 ألف زوج فيه زوج البواكي بديميل يجعل لك القادو يجعل لك السابلي تحلي فيه كوشي علامة رحمة رحمة تجوه تشوفوني نخدم غيبية المهم نباع عند ويني في السيبي رات وخاصة ويني بيعصوا على حلقاته هكذا كنت نعطي لخويتتي معلومة درت هذيك البطاطا في الوسط ونحلها بالحلال عادي شورة كي تحلي في السابلي قلت لكم كي مالبراج هذي الطريق شوفوا كيف شحليتهم بعد ناحية هذا الساشي ونضير الحشو التعيلي هو الجاج نفرش الحشو التعيلي مليح مليح كما راكم تشوفو تقدرو ديروها البنات بالكفتة لبالي تقصوني تقدرو ديروها بالكفتة تقدرو ديرو اي حشو اي حشو تحبوه وتفضلوه ديروه هنا بعد ما درت الجاج اليقليتة نزيد شوية على الجبن انا درت الجبن هذي كتا اي الله اللي مولف نوريه لكم ولكن من الافضل من الافضل هو كان ديرو جبن مثلاثات بصح شعيات شغلت مرسوهم ليح ما ديروش مثلاثات كاملة باش ما يغبنكمش في التشكيل انا هذا راكم تشوفو راني نرقق فيه الفكرة هو انو ما يكون شخشين سواء ديرو مثلاثات وتخلطوهم مع الجاج كي تكونوا تقلو فيه يعني با هي يدخل فيها بنت الجبن وما يبانش في الخدمة ما يغبنكمش في الخدمة ولي عندها هادا دير كي ما درت انا ولكن شرائح رافيعة بها الطريقة ومبعد نقلبه لي الجيهة الثانية بكل سهولة كي تكون الساشي عندك متخميش قعب صح لا ما درتيش بالساشي غضي غبنك بالبزيف بصح بالساشي والله غير ديري هاكا توجدي هاد المقبيلة كما كنت شوفو نخلق عليها مليح مليح كاي حاجة يعني نخدموها بها الطريقة يعني ساهلة ماهلة وبنينا ستقوني البنات بنينا روعة 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 نعاود نحلها بالحلال كي ما كنت شوفو تنحل معاكم عادي ويمشي هاداك الحشوق تحلوهاش بزا فرقيقة يعني مليحة كي ما راكم تشوفو ونشكلها بصبعي دائرة هاكذا هي تساعدك قا ما تخافيش منها فقط لازم نشكلو شكلتها دائرة باش كي نقطعو المثلاثات يجوكم كامل كيف كيف حاوليت غير بعقلك واخده مليح هاكذا ونبعد نجي نقسمها هنايا على أربعة على نصف ونبعد على أربعة يعني طريقة سهلة بارك غير شوية عليكم كوني يعني كي ما نقولو غير شوية باش ما تخسريش الحبات داك ونبعد كل ربع من هاديك الدائرة نقسموه ثانية لاثنين تحصلوه على مثلاثات يعني طريقة سهلة جدا نعاود هكذا ينقولو نسقمها بيدي باش ما تجيش هذو كلي كي قطعنا طلعت شوية البطاطا نسقمها ونبعد نرفض بشوية كي تكون الصاشي قطلك قا ما تخافيش ترفدي عادي هنا يتغلقيها تعاودي تغلقي هذو كل مثلاثات في الجوانب ضروري تعاودي تغلقيهم يعني البطاطا رهيب الخوف تغلق ماشي حاجه هنا يتغلقيهم المرة الأولى ونبعد كي تديرهم فلاشا فلوغ غلاشا فلوغ هي اللي تقوم لك بالمهمة هيك شغول لتشكل لك المثلاثات وما تخافيش قا ما تنحل ما والو تراكم تشوفوا غلقة مليح مليح الجوانب هكذا كاش ما تكون حالة في بلاسة نعود ونغلقوها عادي نديرها في البيض هكذا نقلبها على الجهتين ونبعد نرفضها ونديرها فلاشا فلوغ شوفوا البنت طريقة سهلة جدا ولكن ما تخدموهاش في وقت الضيق يعني اعطوها الوقت باش تخدموها مليح وتخرجوها مليح يعني ما تخدموهاش كي ما نقولو الأذان قريبوا لحاجه اعطوها الوقت باش هي ما تقلقكمش ونبعد نديرها فلاشا بلوغ قدتلكم لاشا بلوغ هي المهمة صحيحة كشول هي اللي تتسجم لك الحبة وتستيكيها لك وقع شوفي قاعد تكون عوجة في بلاسة ولا في لاشا بلوغ تسجميها اها هي ونحطها في الزيت الزيت غازير وما يكونش ناقص الزيت هنا لبنت ضروري تكون نار زايدة شوية باش مشي زايدة زايدة ومشي متوسطة يعني ما بنتهم باش ما ينحلوا لكش الحبات ويحمروا لكله لي لأنه كون يطولوا في الزيت راح يدخل لهم الزيت حتى القلب الت ويجوك من داخلك شغل مع الجنين وحنا نحووسوا عليهم قرمشين لهذا تكون الزيت شوية زايدة هكذا ونقليهم كامل ونقلبهم على الجهتين حتى يحماروا هذا الشكل التاحهم النهائي شوفوا كيفاش يجو شابين ما شاء الله يشهوا يا البنات وبنان يعني كمقبلة باش نبدلوا شوية ان شاء الله برك عجبتكم هاد الوصفة ونضمن لكم بنينة بنينة بزاف نتمنى تجربوها ضروري كما نقول لكم دائما ضروري تجربوها يا البنات اذا حبيبات قلبي هذا كان الفيديو التاعنا تاع نهار اليوم ان شاء الله هي بيعجبكم ونال رضاكم وفي الاخر يا البنات ما تنزوش جمجمولي البنات اللي دخلتوا جدد معنا مرحبا بكم غالياتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم استودعوكم الرحمن الذي لا تضيعوا ودائعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته